السيدة محمد تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فند نعمة وفضل الحمد لله حضرتك لي بس عند حضرتك شؤالين تفضل يا فند السؤال الاولاني هو فيه واحدة يعني هي سمع حضرتك دلوقتي ولدها دايقوها او في البيت دايقوها شوية في حلفة على حاجة من اعمال البيت والله ما انا عاملاه وبعد كده طبعا الحاجة دي ما انفعش ان هي ما تعملهاش فهي تعمل ايه عشان هي بس هي حلفة هوية متعصبة جدا ويعني متعصبة الشؤال الثاني حضرتك السؤال الثاني السؤال الثاني حضرتك والله ده تفل اللي لفت مزيلي ليه كمان يعني انا شايف الموضوع ده وتفل قال الكلمة قال يارب ليه الناس اللي هي ماشى بما يرز الله وطيبين وكويسين على طول في بطلاءات 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 بطلاء متلاقيا وخشوا في البطلاء وفي الناس ثانية الناس اللي هي جلم وطغير وجبروت احنا هنا مش بنعترض على الامر الله بس احنا عايزين تفسير من حضرتك جن وطيان وجبروت وكل حاجة ماشي معاهم يعني مش عايز يقولك حياتهم ايه افصل لحضرتك حاضر اول سؤال حدريك بتقولي هو احد حلف على حاجة وشايف الخير في خلافها يعمل ايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقسم على شيء ووجد الخير في غيره كفر عن يمينه وفعل الخير فهي تفعل الخير وتكفر عن يمينه تقطع مع شرط مساكين خلاص الحاجة التانية حديك بتقولي ليه اهل الخير اهل ابتلاءات اه انت بتقولي لي اهل الخير اهل ابتلاءات يعني اهل الخير اهل رفع في الدرجات مين قال اللي ابتلاء ده عقاب ما عندنا مفهوم غلط الابتلاء دوت هو اللي بيسبت الانسان هو اللي بيخرج مكرم الاخلاق الابتلاء اللي انتو ان احنا بتكلم عليه ده ده مش انتقام من الله سبحانه وتعالى ولا عذاب الابتلاء ده عشان الواحد يتعلم الصدق مع الله الابتلاء ده في الحقيقة مش شدة الابتلاء ده شدة جذبة إلى الله فلو كنا بنتكلم بنسأل ليه الابتلاء بيكون للناس الطيبين بيكون الابتلاء للناس الطيبين عشان هم ربنا بيمدهم وبيديهم سعة وبيوفقهم طب وليه الناس اللي مش طيبين بيبقى عندهم ده أسباب كتيرة مجايز حالهم ينصلح لما ربنا سبحانه وتعالى لا يوسع عليهم لكن الناس الطيبين عندهم قوة من القيم ومن المحبة لله كل حد بقى عينز ينزل من مرتبة العالية مرتبة السبات والقوة والإقبال على الله والمحبة إلى أنه يتعلق بالدنيا ده مش تفكير رشيد لا ده أنا كمان الله سبحانه وتعالى بيجعل كل شيء أنا بتعرض له وأثبت عليه يفتح علي باب ما لا عينه رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال له ليه قال له لأن من أنواع الصبر الصبر على البلاء فإذا إنسان صبر على البلاء بيكون جزاء وإيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فمحد شيء يقول لي هو ليه ربنا عايز ينزلني من المرتبة العالية ما أنت لما تصبر ولما تبقى كده تبقى في مرتبة عالية الأمر الثاني مين قال إن احنا من قواعد الحياة السليمة إن أنا أبص للآخرين حتى لو كانوا الآخرين دولا مش أهل صراح حتى لو هم مش أهل صراح ما يصحش إن أنا أبص فيه أبص لهم كده ما يصحش إن أنا أقارن حياتي بحياة الآخرين أصلا ده لازم يتشال من عقلنا لازم يتشال من تفكرنا إن إحنا نبص للآخرين وكأن إحنا حسين إن إحنا لنا مننا على الله أبدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إحنا ما عندناش مننا على الله إحنا عبيد يفعل الله وفينا ما يريد يبقى إيه الحكمة؟ الحكمة هل إنت صادق أو لا مصادق هل إنت من أهل مكرم الأخلاق ولا مش من أهل مكرم الأخلاق هل إنت بتحب مولاك ولا مش بتحب مولاك هل أنت بتتدرب عشان تبقى من أصحاب النفس الزكية ولا لا ده دي الأسئلة اللي في ورقتك ما لكش دعوا بورقة غيرك بقى لأن دوت أحد ألعاب النفس الأمر بالسوق وأحد ألعاب الشيطان الشيطان قال إيه أنا خير منه عرفت اللعبة بتاعت النفس الأمر فين أنا خير منه هي نفس الفلسفة نفس المنطق نازم نوقف في الكلام ده والطفل اللي قال لك كده قولي له يا حبيبي إحنا ربنا عايز يخلينا أقوية عايز يخلينا نبين إن إحنا بنحبه عايز يخلينا يقولي طب ليه يدايقني هو مش بيدايقك هو بيعلمك إن أنت تتصرف مهما كانت الحياة تصرف الناس الحلوين تقولي له كده هو ده الصح لكن ما تجيش تقوليه ده الطفل الصغير هو اللي بيلي الحقيقة لأ هو الطفل الصغير اللي علمنا إن إحنا محتاجين نجاوب على الأسئلة المهمة في حياتنا جواب صحيح موسيقى المترجم للقناة